موسيقى سلام المسيح مع الجميع من حب بحب أبدأ بكلمة صلاة قصيرة إلهنا المبارك القدوس ما أعظى مجودك الذي ذكرته لخائر فيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر تسترهم بستر وجهك من مكيد الناس تخفيهم في مظلة من مخاصمة الألسنة نشكرك يا رب على الكلام المشجع الذي يبث البهجة في القلوب نسألك يا سيد أن تبارك كل شخص موجود في هذا المكان وكل شخص يسمعنا أينما كان بارك الكلمة يا سيد واجعلنا أن نكون عاملين فيها وليس سامعين فقط قادعين نفسنا لك المجد والتسبيح والبركة والسجود إلى الأبد آمين نشكر رب عليكم اليوم جايين أكيد جايين ومتحمسين لسماع الكلمة ممشيك طيب أحلى خبر بيسمع الإنسان هو انتزع إثمك وكفر عن خطيئتك هذا ما سمعه أشعياء النبي في أشعياء ستة كم واحد فيكم بحب يسمع هذا الكلام من الرب انتزع إثمك وكفر عن خطيئتك بكلام آخر مبروك عليك الخلاص وصلت السماء خلاص مصوقر وهذا هو موضوع عيد الكفارة اللي رح أتكلم عنه اليوم هو العيد السادس من أعياد الرب أنا عامل مثل سلسلة أعياد فهذا هو العيد السادس من أعياد الرب السبعة وأنا قلت بالسابق أنه طالما اسمه أعياد الرب لازم يكون له أهمية خاصة لأنه مرتبط بمين؟ مرتبط بالرب مظبوط فكل أعياد الرب مهمة أعياد الرب مهمة كمان مثل ما ذكرت سابقا أنها مرتبطة بمخطط إله أزلي رسمه الرب حتى يصل إلى الهدف الأسمى شو هدف الرب الأسمى؟ استعادة العلاقة بين الله والإنسان هذا هو الهدف الأسمى كما كانت قبل السقوط لأن مخططات الله يا إخوة لا بد أن تتم فشلت في آدم الأول ولكن آدم الأخير لن يفشل ليش؟ اسمعوا شو بقول عنه أشعياء أشعياء النبي ومسرة الرب بيده تنجح نشكر الرب كل شيء بيعونه الرب يصبح مسيح ناجح فهو هذا العيد هذا العيد هو واحد من أعياد الخريف الثلاثة احنا قلنا لم تتم بعد هذه الأعياد في العبري اسمه يوم كيبور يوم كيبور يعني يوم الكفارة على فكرة المعنى الحرفي لكيبور أحلى كلمة بتضبطها بالإنجليزي كفر يعني أن الخطيئة تغطى تغطى الخطيئة ولكن رمز هذا العيد أن العدل الإلهي أخذ مجراه بالذبيحة وهذه مهمة العدل الإلهي أخذ مجراه بالذبيحة ومشكلة الخطيئة سويت وتمت المصالحة بين الله والإنسان الحقيقة الكفارة في المسيحية ليست شيء جديد كما قال أحد المبشرين بل هيأ الله أذهان الناس في العهد القديم إلى ما سوف يتم ويأمتى بالعهد الجديد وأنا دائما بحب أن نشوف جذور هذا العيد في العهد القديم في لوين 23 مثل ما قرأنا في لوين 23 بقول عن عيد الكفارة وكلم الرب موسى قائلا أما العاشر من الشهر السابع شو شهر السابع؟ شهر أكتوبر بالنسبة لنا بالنسبة لليهود شهر السابع بسموه ولكن بالنسبة لنا أكتوبر ليش؟ لأن الشهر الأول عند العبرانيين بيبدأ بشهر أربعة بالنسبة لنا قال لن الرب لبني إسرائيل أنه لما بتحتفلوا بعيد الفصح هذا الشهر الذي فيه يكون أول الشهور عشانيك شهر السابع بصير أكتوبر بالنسبة لنا بدي بس ألفت نظركم على الكلمات المستعملة تذللون نفوسكم نفوسكم شو يعني تذللون؟ يعني الصوم يعني بتصوم وعادة الصوم يعني تذليل النفس وتقربوا وقودا للرب عملا ما لا تعملوا هو لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب بعدين في تحذير وكل نفس لا تذلل في هذا اليوم عينه تقطع تلك النفس من شعبها وكل نفس تعمل عملا أبيد تلك النفس من شعبها ففريضة ذهرية ففي هذا العيد يوم الكفارة هو اليوم الوحيد ومر بالسنة التي فيها يدخل رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس بعد أن يقدم ذبيحة عن نفسه وذبيحة عن الشعب فإحنا قلنا تذللون أنفسكم شو بتعني الصيام فكلمة يوم الكفارة مرتبط بالصيام مرات منقرأ آيات في العهد الجديد وما مننتبه مثلا شو بيقصد فيها مثلا أكركم أعمال 27-9 بولوس الرسول بيقول ولما مضى زمان طويل هذا بولوس أيتكلم مرة رح نشوف بالعدد ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا إذ كان الصوم أيضا قد مضى جعل بولوس ينذرهم بولوس عم بينذر الشعب وقت يعني بيقول أن الصوم قد مضى كلمة الصوم هم يعني عيد كوبور عيد كوبور أمتى بشهر أكتوبر يعني هون عم بيقولهم هذا أنه عمالهم بيبحروا في البحر يمكن شهر نوفمبر أو شهر ديسمبر فبولوس الرسول عم ينذر الجماعة المسافرين في البحر فهون منعرف أن بولوس الرسول عم يحكي عن يوم كوبور لأنه مرتبط بشو مرتبط بالصوم مثل عيد الشكر مرتبط بالتركي Thanksgiving من قول التركي دي تقريبا نفس الفكرة هلأ شو أول يوم كوبور في التاريخ شو صار بيوم كوبور بالتاريخ موسى بعد ما طبعا بني إسرائيل طلعوا من مصر وعيدوا هذا الفصح ومشوا بالصحراء وصلوا على جبل سينة فموسى طلع على رأس الجبل لكي يلتقي مع الرب وأعد أربعين يوم خلال الأربعين يوم الشعب تذمر لهرون أخ موسى قالوا له أخوك طوال وإحنا يعني مشتقين نعبد اعملنا إله شغل إيدك نعبده مع الأسف الشديد أنه هرون رد عليهم وعمل لهم العجل الذهبي فصاروا يعبدون العجل ملاحظين قلب الإنسان قديش قاسي المشكلة وين بعد ما عمل لهم العجل الذهبي قالوا أنت أنت الله الذي أخرجنا من أرض مصر إحنا مزبوط من لهمهم بس مرات نحن نتصرف أشياء مشابهة أشياء مشابهة فقال له يعني شيء غريب جدا ولكن لما موسى نزل وشاف المنظر الرهيب كسر الوصاية مثل ما بتعرفوا اللي جابها معه أول مرة في خروج 32-30 شو قال موسى للشعب أنتم أخطأتم خطية عظيمة فأصعد بده يصعد كمان مرة الآن إلى الرب لعلي أكفر خطياتكم فرجع موسى إلى الرب كمان مرة لما رجع المرة الثانية موسى تكلم مع الرب شو قال له آه قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب والآن عم بترجع هوني منشوف موسى الوسيط الوسيط والآن إن غفرت خطيتهم إذا بدك تغفر خطيتهم اغفر خطيتهم وإلا امحوا اسمي من سفر الحياة شوفوا أحكي لكم بالحرف وإلا فمحني من كتابك الذي كتبت تخيلوا قديش موسى كان يحب الشعب يعني إذا بدكش تسمحوا نبعتني أنا عاجهنم يعني اللي يمحى اسمه من كتاب الربون بروح بروح عاجهنم شوفها الوساطة الرهيبة اللي عملها موسى ولكن الرب قال له من أخطأ إلي أمحوه من كتابي والآن اذهب بدون ينزلوا كمان مرة عند الشعب اذهب أهد الشعب إلى حيث كلمتك هو ذا ملاكي يسير أمامك ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم وإحنا بنعرف أن بهالحادثة ثلاث ألاف شخص من بني إسرائيل ماتوا فصعد موسى كمان مرة لعند الرب امت صعد في واحد أيلول واحد أيلول هذا شهر عبري اسمه أيلول بفظوب العبراني واحد أيلول فإذن إذا صعد بواحد أيلول وقعد أربعين يوم امت برجع بالعاشر من الشهر السابع اللي هو يوم الكفارة فموسى لما رجع في الرجعة الثانية لبني إسرائيل كان بعشرة الشهر السابع شو قال لهم؟ أول شي كان الشعب في حالة صوم وصلاة خائفين ومرتعدين أن الرب سوف لا يسامحهم فرجع موسى للشعب لكي يخبرهم أن الرب سمحهم ولكن الشيء الرائع في الرب ما أعظم مراحة من الرب أنه قبل أن ينزل في المرة الثانية تعرف شو قال له الرب لموسى بتستغرب من محبة الرب إلنا؟ قال له أنا بدي أسكن بيناتهم كيف؟ قال له بدي أفرجيك لازم تبني خيمة الاجتماع فأعطاء بنسميه البلوبرنت تبع خيمة الاجتماع يعني فرجاء خيمة الاجتماع كيف يجب أن تكون وأعطاه تفاصيل بناء خيمة الاجتماع لكي يسكن الرب بين شعبه يعني بعض الخطيئة العظمى اللي عملوها الشعب لسا قلبه حنين مثل ما منقول نزل أو بالأحرى نزل موسى وقال لهم بدنا نبني خيمة الاجتماع فما أعظم مراحم الرب موسى في العهد القديم كان رمز للربي سعى المسيح هذه فكرة حلوة بالكتاب المقدسية تايبولوجي بنسميها رموز يعني في كثير من أنبياء العهد القديم أو شخصيات العهد القديم تعطي صورة معينة عن الرب يسعى المسيح مثلا يوسف رمز للمسيح المتألم جوسف صورة عنه داود صورة عن المسيح الملك موسى عن المسيح النبي كيف منعرف موسى رمز للمسيح النبي لأنه موسى قال هيك سفر التثنية 18-15 موسى بقول يتنبأ عن الرب يسعى المسيح يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون فهذه نبوءة موسى عن الرب يسعى المسيح صعود موسى مرتين إلى الجبل هي رمز لمجيء المسيح الأول ومجيء المسيح الثاني لما أجل رب يسعى المسيح المجيء الأول رأى الناس غارقين في عبادات باطلة وفاسدة فرفضوا المسيح فالرب يسعى المسيح شامل طبعا بمجيء الأول عمل عمل الكفارة أنه انصلب على الصليب ولكن وهذه مهمة ننتبه لها أنه في المجيء الثاني أين ترح يصير المجيء الثاني؟ بعد الضيقة العظيمة المهم نعرف شو بده يصير بالضيقة العظيمة في الضيقة العظيمة إذا بتحب أعطي شوية تفاصيل أنه في الضيقة العظيمة أول ما يظهر المسيح الكذاب أو الأنتي كرايست رح يقول لليهود أنا اللي رح أعمل سلام واليهود رح يصدقوا فيه رح يخلهم يبنوا الهيكل تبعهم ويعمل سلام بين الإسلام واليهود بقولوا هذا هو المسيح ولكن احنا بنعرف أن الضيقة سبع سنين بعد ثلث سنين ونص من الضيقة بيقولهم أنا هو الإله الوحيد بتكون تعبدوني أنا محدش غيري هذه بيحكيها بولوس الرسول بقول وسيجلس في هيكل الله مين هو الأنتي كرايست ويعلن عن نفسه أنه مين أنه هو الله حينئذ فقط يشعر اليهود أنهم انخدعوا وبيقلبوا ضد المسيح الكذاب والمسيح الكذاب بصير يضطهدهم بقوة لدرجة أنه بيصحوا بيصحوا بقولوا مظبوط إحنا اللي صلبناك كان الرب يصع المسيح نفسهم وهذا مش الرب يصع المسيح كمان بقصة التايبولوجي بنشوف قصة يوسف لما أخوة يوسف أجو المرة الثانية بتعرفوا كيف كان وضعهم كبير وقال لهم أنت جواسيس وكان يوسف عم بيحاول أنه ينشئ فيهم روح التوبة ينشئ فيهم روح التوبة في أنه يضيقهم حطهم بالسجن وضيقهم حتى ينشئ فيهم روح التوبة كذلك اليهود في الضيقة العظيمة سوف يكونوا تحت ضيق عظيم ولكن سوف ينشئ الرب فيهم روح التوبة وبيعترفوا بالرب وبيصيروا يبشروا بأسمه أثناء الضيقة العظيمة عشان هيك الضيقة العظيمة بتعرفوا شو اسمها؟ أرمية بسميها ديقة يعقوب ديقة يعقوب من هو يعقوب صار اسمه إسرائيل فهي مزبوطة ديقة على كل العالم رح تصير ولكن بالأخص الهدف تبع هذه الدقة هو بني إسرائيل فبدهم يصحوا وبدهم يتوبوا في طبعا بيحكي لنا عن الموضوع زكريا في نبوة زكريا بيقول أنه ناظرينا إلي الذي طعنوه وزكريا بيذكر أنه رح يسألوا المسيح ما هذه الجروح في يديك قال لهم هذه الجروح جرحت فيها في بيت أحبائي تخيلوا في بيت مين في بيت أحبائي هذه الجروح ليش عم يحكي معهم هيك سامحهم نفس الشيء مثل يوسف لما قال لأخوة في المرة الثانية أنا يوسف أخوكم عفكرة لما أحضر هالمقطع من من الفيلم لما بحطوصت يوسف أنا يوسف أخوكم بدمع أنا يوسف أخوكم وهون الرب يسأل المسيح بقول لهم أنا هو المسيح اللي صلبتوني قبل ما أجي في واحد شخص من لبنان صاحب اللي بنعمل معه درس الكتاب بعت لي يوتيوب عن واحد بيبشر يحد يهودي بعت له بعض الناس إذا بتكون إياه تصلوا معي بيبشر اليهود بقولهم نفس الشي اللي عملتوه مع يوسف في القدم عملتوه مع الرب يسأل المسيح نفس الشي مثل ما دايقتوا الأنبياء بالقدم عملتوا مع الرب يسأل المسيح وأنتوا صلبتوا المسيح ولازم ترجعوا قبل فوات الأوان يعني يتكلم بالعبري ولكن في ترجمة بالعربي طيب احنا قلنا في المرة التانية لما نزل فيها موسى قال له الرب يبني خيمة الاجتماع ما كان ستنا الله مع الشعب هلأ في المجيء المسيح الثاني في عنا شي مشابه في المجيء الثاني سوف يبني الله الهيكل كما يتعدى الزكريا فإن كان هذا هيكل حقيقي أو هيكل روحي ولكن له ذكر بزكريا خليني أرى لكم زكريا 6-12 بقول هكذا قال رب الجنود هو ذا الرجل الغصن من هو الغصن لرب يسعى المسيح الغصن اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب من مكانه ينبت ويبني شو هيكل الرب فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه فهون مجرد مشابهة بين مجيء المسيح الأول ومجيء المسيح الثاني فإذن يوم الكفارة هو اليوم الذي تنوح فيه الأمة ويكشف عن عينيها ويرفع البرقع ويرجع للنبوآت ويكتشف أن المسيح هو الذي صلبه ويتوب لذلك فيه تذلل شو الفرق بين عيد الكفارة وعيد الفصح عيد الفصح يخص كل العالم عيد الكفارة مثل ما قلت وذكرت سابقا أنه مركز على اليهود عشان حكينا أنه ضيقة يعقوب وأنا ذكرت سابقا أنه اليوم الوحيد الذي يدخل فيه رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس وبعد أن يقدم ذبيحة عن نفسه وذبيحة عن الشعب ونحن نعرف أنه قدس الأقداس هو محضر الله بالذات في لويين 16 يتكلم عن ذبيحة التيسين بقول ومن جماعة بني إسري أخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية ملاحظين التيسين مش لذبيحتين لذبيحة وحدة هيش ذبيحة إيش؟ ذبيحة خطية التيسين يرمزوا لذبيحة الرب يسوع المسيح على الصليب بعدين بقول عدد سبعة لوين 16 سبعة يوقفهم التيسين أمام الرب لذباب خيمة الاجتماع ويلقي هارون على التيسين قرعتين قرعة للرب يعني أي أي تيس فيهم بده يقدم ذبيحة للرب والتاني لعززيل يقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب وشو بده يعمله؟ ذبيحة خطية فإذا أول تيس يذبح التيس الثاني شو بده يعمله فيه؟ فيوقف حياً أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية التيس الثاني شو بيعمله فيه؟ ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس ويرسله لون إلى البرية شو رمز هالشي؟ أن الله كبعد المشرق عن المغرب يبعد يبعد عننا سيئاتنا كل خطيانا وسيئاتنا الله بيبعد عننا فالعنزة التي أرسلت إلى البرية هي أن الرب حمل خطيانا وذهبت خطيانا عننا وسوف لا تعود فهيدي هي قرعة تيس عزازيل فإذن التيس الأول يذبح بيأخذ الدم تبع التيس وبيدخل ويرش الدم على غطاء التابوت في قدس الأقداس غطاء التابوت له سمتاني هو ميرسي سيت كرسي الرحمة فهون الدم عم بيكفر الدم عم بيكفر عن خطيئة البشر هلأ فإذن التيس التاني بيرسلوا إلى البرية وإيش اسمه عزازيل في بعض الأشخاص فسرها خطأ عن كلمة عزازيل قالوا هذه عزازيل يعني الشيطان مع الأسف يعني هذا التفسير غلط لأنه كلمة عزازيل أول شي بالعبراني بتقدر تسأل الأخت ليلى بتقول لكم هو مثل العربي وإحنا منقول العنزة هلنبقوله عز عزازيل يعني العزة التي سوف تزال تزال يعني ترسل إلى البرية ولا تعود هذه هي كلمة عزازيل فالشيطان لا يحمل الخطايا ولا يكفر عن الخطايا وهذه تمثل وكبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا سيئاتنا مرات بسمع لمبشرين يهود صاروا مسيحيين في عندهم شغلات حلوة بتقاليدهم تقاليدهم من تقاليد اليهود أنه لما بيعملوا القرعة كانوا إذا كان التيس الذي سوف يقدم إلى الله ذبيحة كان على يمين رئيس الكهنة كان يتفائل وإذا كان على يسار الرئيس الكهنة كانوا يتشاؤموا فكان عندهم تفائل وتشاؤم وفي شغلة تانية كانوا يعملوها كانوا يحطوا شريطة حمراء على باب الهيكل بقولوا حسب التقليد طبعا هذا ليس بالكتاب المقدس أن هذه الشريطة بعد أن يتم الله قبول ذبيحة في يوم الكفارة يتحول لونها من لون أحمر إلى يوم أبيض في أشعية 18 هن بيقولوا إذا كانت خطاياكم كالقرمز تصير إيش بيضاء كالثلج هلأ الرب يسعمزه أجا على الأرض وكل هذه التقوص انتهت لأنه هو هو الذي جاء لكي يكفر عن الناس التلميذ بقول أنه حصلت أربع أشياء مشؤومة أربعين سنة قبل دمار الهيكل إذا رجعنا أربعين سنة قبل دمار الهيكل دمار الهيكل كان سنة السبعين ميلادية منصير بسنة التلاتين حوالي التلاتينات في السنة اللي كان فيها الرب يس 나오면 على الأرض وفي السنة اللتي صلب فيها الرب يس transforms شو الأربع أشياء أول شي دائما العنز التي تقدم للرب تجي على شمال على يسار رئيس الكهنة وفي شي غريب جدا عندما يرسلوا عنزة عزازيل إلى البرية كانت ترجع الأم وكأنه رسالة الرب قولهم خطاياكم عليكم كانت ترجع شو لقوا الحلة هنا يعني كيف بدها تغفر خطاياهم بالقوة كانوا يأخذوا العنزة على رأس جبل صخري وكانوا يرموا العنزة من فوق الجبل لتحت بشان توقع على صخور تتكسر وكأنهم يريدون أن تغفر خطاياهم بالعفية مثل ما بقولوا لإخواننا المصريين بالقوة بدوا يغفر خطاياهم هل يا جتورة هذه القصة العنزة اللي برموها عن الجبل بتذكركم بشي مش حاولوا يرموا الرب يسوها المساء عن الجبل ولكن أم تحاولوا؟ هلأ رح نراها الشريطة الحمراء لا تتحول إلى بيضاء وفي البوينت الرابع المشؤوم اللي كانوا يشوفوه أنه أبواب الهيكل الضخمة ما يلاقوها على غفلة إلا بتنفتح لحالة باب الهيكل كان عدة كهنة يوقفوا مشان يشدوا يفتحوا باب الهيكل ولكن اليهود صاروا يلاقوا أنه أبواب الهيكل عم تفتح لحالة أصير أجتهم الآية اللي بتقول في زكريا 11 واحد افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك شو يعني؟ الهيكل كان مبني من خشب الأرز ففسروا هذا العدد اليهود أن الهيكل سوف يحرق وكانوا معونها قبل ما يحرقوا مين؟ طيطس الروماني سنة السبعين كان يقولوا فتح الباب هذه يعني أنا بستغرب منهم كيف كل هذه الأمور تصير؟ ومش قدرين يلاحظوا أنه المسيح أجا هن صلبوا وعملوا عمل غلط عشانيك كل الأمور مش مصبوطة من الأشياء الهامة في عيد الكفارة أن في عيد الكفارة تعلن سنة اليوبيل وين منشوفها الحكي لويين 25 تمانية بقول وتعدوا لك سبعة سبوط سنين سبعة سبوط سنين يعني سبع سنين بقيت الآية بتقول سبع سنين سبع مرات فسبع سنين سبع مرات يعني تسعة واربعين سنة هلأ بقول فتكون لك أيام السبعة السبوط السنوية تسعة واربعين سنة ثم تعبر بوق الهتاف ملاحظين بوق شو بوق الهتاف في الشهر السابع في الشهر السابع لأكتوبر في العاشر من الشهر يعني عيد يوم كبور في يوم الكفارة يحدد في يوم الكفارة تعبرون البوق في جميع أرضكم وتقدسون سنة إيش سنة الخمسين وتنادون بالعطق في الأرض لجميع سكانها تكون لكم يوبيلا سنة اليوبيل سنة مهمة كل تسعة واربعين سنة السنة الخمسين سنة يوبيل شو بيعملوا بسنة اليوبيل كل واحد عنده عبد بتلقوا حر كل واحد عنده دين بيسمحوا بالدين كل واحد شربيت عنده مورقج بيسمحوا بالمورقج فهذه هي سنة العطق لأنها هي رمز عظيم لسكن الله مع الناس يعني بوجود الله مع الناس ما فيش عبيد ما فيش ليون ما فيش إشي فرح دائم في لقى أربعة نعرف أن قصة الرب يسوع المسيح في لقى أربعة بقولنا أنه بعد ما قدى الرب يسوع المسيح عكم يوم في البرية يجرب أربعين يوما في البرية يجرب من إبليس من بعد التجربة شو صار وجاء إلى الناصرة ودخل المجمع فدفع إليه سفر أشعياء النبي ولما فتح السفر شو أرى روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفر منكسرين القلوب لأنادي المأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسلوا وأرسلوا المنصحقين في الحرية يتكلم عن سنت اليوبيل وأكرز بسنة الرب المقبولة ثم طوى السفر ومن تلما بنعرف قال له اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم هذا بدل أنه هذه الحادثة حصلت في يوم كيبور والسنة التي يتكلم عنها هي سنة اليوبيل اليهود بعد ما سمعوا الرب يحكي هيك وبعدين قالهم أنه قصة أنه كان في برص كتير في إسرائيل ولكن نعمان السرياني شفية وهو من الأمم كذلك في أرامل كتير كانوا من اليهود ولكن الرب أرسل إليه إلى أرملة صرفة صيدة وهي أممية وليست يهودية فمن بعد هالكلام نلاحظ أنه الرب العدد 8 لوقا 4 28 فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا شو عملوا انتبهوا شو عملوا عملوا مثل ما عملوا بالعنزة فأخرجوا خارج المدينة جاءوا به إلى حفة الجبل حتى يطرحوه إلى أسفل وأما هو فجاز في وسطهم ومضى هلأ شو هو عمق الذبيحة التيسين للخلاص في دورين دور إلهي ودور بشري التيس الأول كان يقدم ذبيحة يذبح ويقدم ذبيحة خطية هذا يمثل دور الرب يسعى المسيح أنه ذبح على الصليب من أجل خطيانا في صلب المسيح أرض الله الآب مش هيك؟ لأنه هكذا يحب الله العالم حتى بذل ابنه يعني من البذل المسيح على الصليب؟ الله الآب فهو أرض الغضب الإلهي لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الأرض ففي ذبيحة المسيح على الصليب أرض الغضب الإلهي عمل أبيزمنتو قاد يعني ومتطلبات العدل الإلهي ما هي متطلبات العدل الإلهي؟ النفس التي تخطئ تموت وأما الدور الثاني في تيس عززيل التيس الثاني كان يوضع عليه جميع خطايا الناس ويرسل إلى البرية فهو الثاني يرمز إلى دور الإنسان في الخلاص شو دور الإنسان في الخلاص؟ أنه يجب على الإنسان أن يعترف أن الله مبرر في حكمه على الخطيئة أول شي يقول أنت يا رب معك حق أنك قررت أنك ترسل كل خاطئ إلى جهنم ولكن أنا بشكرك لأنك سامحتني الاعتراف بالتبرير الله أنه على حق والتاني أن يعتبر أنه والشيء الثاني طبعا أنه يتوب الإنسان ويعترف بخطيطه في قصة يوسف منشوف ساق الملك ساق الملك حلم حلم وفسر له يا يوسف قال له شو حلمت؟ قال له حلمت بثلاث أغصان من الكرمة وثلاث أغصان صار عليهم وراء وصار عليهم عنب قال له شو عملت؟ قال له أخذت العنب وعصرته في كأس فرعون قال له يوسف أنت بعد ثلاث أيام فرعون بده يسامحك شو خص فرعون في القضية إذا منفكر في التفسير منلاحظ أنه الكرم ترمز لمين للرب يسعى المسيح ماذا قدم الرب يسعى المسيح قدم الخلاص بشو بدمه؟ في أطف العنب ولكن الشيء المهم الذي فعله هذا ساقي الملك مساقي فرعون أنه أخذ العنب وعصره ولو لم يأخذ العنب ويعصره في كأس فرعون كان فرعون قضى على حياته وشنه فهذه القصة طبعا قصة رمزية ولكن بتعلمنا درس كبير هو الاعتراف أول شيء أنه نقبل بالعمل الذي قام به الرب يسعى المسيح على الصليب فأول شيء نعترف أن الله عادل في كل أحكامه ونبرر الله ونقول له معك حق نستحق العقاب أول شيء نقوله نحن نستحق العقاب ولكن ثانيا نتوب ونقول سامحني يا رب أنا الخاطئ كما قال العشار إذا بتكن مثل عملي على الموضوع اللص اللي كان على الصليب لص اليمين لص اليمين أدانا نفسه بالأول شو قال واب واب خلص الآخر قال له أما نحن فبعدل مصلوبين بعدل ليش لأننا ننال استحقاق ما فعلنا وأما هذا عن المسيح فلم يفعل شيئا في محلي فشو عمل هون أدانا نفسه وهذه مهمة أنه الواحد يدي نفسه ثانيا تاب وأقر أن الرب قادر على غفران خطيطه شو قال له أقر أنه بحاجة ألا مخلص قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك شو هو جواب الرب الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس نال الخلاص بكلام آخر شو قال له الرب انتزع إثمك وأنا حملت خطيطك على الصليب انتزع إثمك وكفر عن خطيطك هذا هو اللي حكيته في أول الوعظة انتزع إثمك كفر عن خطيطك والرب يقول لنا خطياكم وتعدياتكم لا أذكرها فيما بعد فلنفرح قائلين مع بولوس الرسول في روميا 3 24 شو بقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه انتبه للكلمة اللي بعد الذي قدمه كفار بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله والرب يبارككم آمين اشتركوا في القناة